السلام عليكم كيف الحال؟ اليوم إن شاء الله رح نتعلم درس الإحسان إلى الناس واللهم علمنا ما ينفعنا فدرسنا لليوم هو الإحسان إلى الناس ودرسنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حفظ معاكم بالبداية رح نقرأ الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام اللهم صلي على سيدنا محمد فبداية رح نتعرف عن راوي الحديث راوي الحديث هو الصحابة الجليل خالد بن زيد الأنصاري من كتاب الوحي لهم قاموا على كتابة القرآن الكريم أقام عنده النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى يثرب وهو من كبار الصحابة الصابقين في الإسلام فشهد غزوة بدر مع الرسول وما بعدها وأقام عنده النبي صلى الله عليه وسلم حكينا لما قدم للمدينة وتوفي في القسطنطينية خلينا نشوف المعاني الجديدة لليام لا يحل لا يجوز يهجر يقاطع يعرض يصرف وجهه عنه اللهم صلي على سيدنا محمد هون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بيخبرنا أنه لا يجوز للإنسان المسلم أن يقاطع أخوه في الإسلام طبعا حددنا المدة أنه أكثر من ثلاثة أيام كيف يعني متقاطعين يعني هم بيشوفوا بعض بس كل منهما بيصرف وجهه عن بعض يعني بس يلتقوا ما بيسلموا على بعض فما بيحكوا مع بعض فهون الحديث خبرنا أنه أفضل حد بينهم من هذول الشخصين هو الذي يبدأ بالحديث مع الآخر ويبدأ بالسلام خلينا نشوف مع بعض نشاط واحد بيحكينا على ما تدل وفاة الصحابي خالد بن زيد مجاهدا في القسطنطينية خالد بن زيد هو راوي الحديث حديثنا لليوم لهو أبي أيوب فبيدل على جهاده فبيدل على سعيه للأعمال اللي بترضي الله سبحانه وتعالى حكينا أنه الحديث بيحكي أنه ممنوع القطيعة بين المسلمين ممنوع القطيعة تكون فوق ثلاثة الليالي وحكينا الحديث أيضا بما معنا أنه المقاطعة هو السلوك مذموم في الإسلام لأنها رح تأدي للفرقة والإيذاء والتفكك بين أفراد المجتمع فاللهم صلي على سيدنا محمد تخيل أنك قاعد بين صحابك وانكم قاعدين واثنين ما بيحكوا مع بعض هون فما بتشعر في لقاء بينهم فما في محبة رح يتسود الغيرة مثلا الكلام السيء مثلا هون رح يدخل الشيطان رح يدخل بيناتهم فهون خيرهم منهم الذي يبدأ بالسلام ويحاول الإنسان جاهدا أنه يسعب بين أنه يصلح بين طرفين حتى ما يصر في عنده فرقة وإذاء وتفكك فحكينا أنه يحرم على المسلم أنه يقاطع أخاه في مدة محددة ثلاثة أيام ليش هاي الفترة ليش ثلاث أيام طبعا هاي الفترة بتخلي كل واحد منهم يراجع نفسه في خطأ بادرة منه أو مثلا المفروض خلال هذول الثلاث أيام ها أنه يتسرعوا الاثنين في أنهم يحاولوا يستعيدوا الشيطان الرجيم مثلا أنه يلوم نفسه أو يعني الإنسان ممكن أنه يبدر من شخص يعني تصرف يشعر الإنسان بذيق فما تقدر أنك تتقبل تحكي مع هذا الإنسان مباشرة فإنت فالإسلام أعطاه مهلة فترة لحتى يراجع نفسه بس مش معناته كل ما بدي أزعل من حدا حتى لو كان سبب بسيط أروح أزعل منه ثلاث أيام لا الأفضل أنه نعفو عن الناس فالأفضل أنه نعفو طبعا فيه أشياء صعبة أنه ممكن أننا نتقبلها بسرعة من أشخاص بدرت منهم إساءة لأننا ما نقدر نعفو من أولها فلهيك أعطانا الإسلام مهلة ثلاث أيام لنهدى لنراجع أنفسنا طبعا هون رب العالمين بيعفو على الناس اللي بتعفو هم القاضمين الغيظ اللي هو الشخص إيش المعصب اللي هو الغضبان حابس هذا الغضب جواته يعني فيه إشي جواتي مسيطر علي وعلى تصرفاتي بس أنا مسيطر عليه ومسيطر على تصرفاتي فما بتبدر مني شيء سيء فرب العالمين رح يكافيني على عفوي ورح يضاعف أجري ورح يضاعف أجري لأنه أنا رح أعفي عليهم وكل ما عفى المسلم عن اللي بسيئة إليه رب العالمين رح يرفع قدره ويضاعف أجره ورسول صلى الله عليه وسلم قال وما زاد الله وعبدا بعفو إلا عزا طبعا للمقاطعة بين الإسلمين آثار ها ممكن تؤدي إلى أسباب أسباب منها غضب الله تعالى على من يقاطع أخاه المسلم طبعا إليك الحاجة تزعل بس مش تقاطع وحكينا اللي بيعفوه رب العالمين بيرفع قدره واللي بيعني بيقاطع أخاه المسلم لأكثر من هذه المدة فهو رح ينال غضب الله عز وجل اثنين العداوة والبغضاء بين الناس العداوة طبعا بالإسلام تهدوا تحابوا ها لما يكون بين الناس سلام لما يكون فيه علاقات سليمة علاقات جيدة هون رح يعني تسود بناتنا المحبة والسلام رح ينتشر فلما يكون فيه مقاطعة وقطعة وتفكك رح يصير فيه عداوة ها رح يصير فيه عندنا بغضاء ممكن نحط نقطة كمان انه تفكك الروابط بين أفراد المجتمع نيجي لنشاط اثنين بحكي نختار من الشجرة التي أمامي الثمار التي تؤدي إلى المحبة بين الناس وأوضعها في سلة الخير طبعا حكينا المقاطعة هو سلوك سلوك سيء ها فأنا بحطه وين في سلة المهملات الإصلاح بين الناس أنا أسعى دائما أني أصلح بين الناس فهذا سلوك بنحطه وين في سلة الخير التسامح أني أنا أكون شخص متسامح يعفو عن شخص أسائل إلي أيضا ردي السلام الكلمة الطيبة لهو الكلام الطيب الكلام الحسن طبعا النميمة نضحها في سلة المهمنات لأنها النميمة إني أنا أذكر أخاي بشيء سيء وهيك بنكون خلصنا درسنا والمطلوب منكم حفظ الحديث وحل أسئلتي الدرس ويعطيكم العافية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر